برز الدور المصري في الحفاظ على روح ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية منذ أول قمة أفريقية استضافتها القاهرة في يوليو من عام 1964 أصبح تقارب الدول الدولة المصرية مع أفريقيا منذ ذلك الوقت هو محور حركة سياستها الخارجية دور ريادية تلعبه مصر في القارة الأفريقية حيث تعد مصر من أهم الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية في مايو من عام 1963 والتي تحول اسمها فيما بعد إلى الاتحاد الأفريقي وقد برز الدور المصري في الحفاظ على روح ميثاق المنظمة منذ أول قمة أفريقية استضافتها القاهرة في يوليو من عام 1964 وأصبح تقارب الدولة المصرية مع أفريقيا في هذه المرحلة هو محور حركة سياستها الخارجية وعوامل هذا التقارب متعددة يرتبط بعضها بطبيعة التهديدات الأمنية الراهنة للدولة المصرية ويرتبط البعض الآخر بالأجندات الدولية والإقليمية في منطقة الشرق الأوسط والمؤسرة بطبيعتها على الأمن القومي وقد شاركت مصر في جميع اجتماعات المنظمة وكان لها صوت مسموع في معارضة التفريقة العنصرية وفي جهود الوساطة وحل النزاعات وفي المشاكل الاقتصادية والديون المتراكمة على الدول النامية ولمواجهة التطورات السياسية والاقتصادية والعالمية ظهرت الحاجة إلى تفعيل منظمة الوحدة الأفريقية بما يتماشى مع هذه التطورات فأصدر زعماء دول المنظمة الأفريقية في سبتمبر من عام 1999 إعلانا مشتركا في قمتهم التي عقدت في مدينة سيرت الليبية دعوا فيه إلى إقامة الاتحاد الأفريقي الذي حل محل منظمة الوحدة الأفريقية لكي يصبح للقارة الأفريقية الدور المؤسر في الاقتصاد العالمي الذي أصبح لا يعترف إلا بالتكتلات الكبيرة وشاركت مصر في أعمال الدور الثالثة والعشرين لقمة الاتحاد الأفريقي بملاب عاصمة غيني الاستوائية في الفترة من السادس والعشرين وحتى السابع والعشرين من يونيو من عام 2014 لتكون بداية لمرحلة جديدة من التضامن والتعاون المصمر لتحقيق طموحات الشعوب الأفريقية في التنمية حيث شاركت بوفد برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقد لاقت المشاركة المصرية ترحيبا من الاتحاد الأفريقي كما أعلن الاتحاد الأفريقي في يناير من عام 2018 عن انتخاب مصر بالإجماع لرئاسة الاتحاد الأفريقي في دورته الحادية والسلاسين لعام 2019 وذلك تقديرا لدورها الريادي في القارة الأفريقية وبالتالي تكون مصر عضوا في تورايكا المفوضية الأفريقية وتعد مصر من الدول الخامسة المؤسسة للشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا النباد وتتولى ملف الزراعة والنفاذة للأسواق كما تشارك مصر في تنفيذ ساد ستيجلر جورجا بتنزانيا والذي يعد واحدا من المشاريع التنموية التي تقوم بها مصر في أفريقيا وعن دورها في المجال الطبي تمكنت مصر من المساهمة في دفع مخاطر وباء كورونا عن القارة الأفريقية ففي يوليو من عام 2021 أعلنت الصحة المصرية عن تقديم مستلزمات طبية وأدوية إلى 22 دولة أفريقية خلال جائحة كورونا وفقا لتوجهات القيادة السياسية